أنا حينما أصلي أغمض عيني أقول لها لا تفعلي لا تفعلي فإن هذا مكروه بارك الله فيك وأنظري محل السجود وتدبري في قراءة الفاتحة وقراءة ما تيستر من القرآن الكريم وكذلك عند ركوعك تدبري في أذكار الركوع في أذكار القيام في أذكار السجود ما استطعت إلى ذلك سبيل حتى يرزقنا الله وإياك الخشوع فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون نعم